السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم مع قناة لاكيل اليوم شاء الله جبتكم اكلة سهلة جدا بالدنجال سهلة جدا رائعة وابنينة والاهم منها سوف نقوم بالدنجال ان شاء الله تبعوني فقط في الطريقة لكن اول حاجة نقولها ونبدأ بها دايما فيديوهاتي الصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد المكان وعد ما سيكون وعد الحركات والسكون بسم الله هنا اخواتي واخوتي كما لكم تشوفوا ثلاث حبات الدنجال تختار البدنجال يكون طازج هذا اول ملاحظة لا خطر ان كان الدنجال قديم او طايل في الفريجيدر او طايل عنم الخضرة سيأتي الأكل حارة ومحرارة هذه هي دائما في البدنجال تختار البدنجال جديد هنا تشوفوا من الشفاته ومن بعدها يقلع القطمير او الشوك نمسح بشوية على الزيت هنا بالنسبة لتبغي زيت زيتون وتنجم الدوق هنا نمسحه بزيت زيتون هنا نمسح كل الحبات كما هكا باش من بعد يساعدون ينقشرهم لان ينشوهم في فرن يكون ساخن لان يموجد الفرن يحمى ولا يسخن ندخلهم هنا في سنية الفرن حتى ينشوهوا تماما هنا بالنسبة لأخوة التي تبغي تديرها فوق الغاز وتشوي فوق النار يجي هادك الدوق الفيمي هادك المدخن تديرها بعد البيدنجال تماما سوف تديرها في كس كاس ريكتور بسكوية لقلمة وغطيتها بغطاء زجاجة ولا تقدروا تديرها في بوثة بلاستيك وكيس بلاستيكي حتى تنجمه تقشره بكل سهول حتى ينجمه و تقلعه نقشره هنا ساخن شوية نقشره تماما حتى نكمل الحبيبات بعد هنا قشرت كل الكمية نجموه خدمي و سكين نقلعه و نكيلطقه نبقى النسائل و نقلع ملته نقلعه و نقلعه لان منك ملتعين أو قطعة صغيرة وعندما نسحقه انجم أختار جيد نقلعه و نمتشف الملح ، نلحها بوضع ماء ماء لا يحتاج الى الماء نعطيها بوضع البصل صغيرة او نقاطعها نقاطعها لنقاطعها لى البصل تربيت البصلة ونقوم بتبشر ثم نضيف البصل انا نضيف نضيف البصل و نضيف المعدنس نضيف خلطة نضيف الدنجال و نعصره من الماء نضيف الملح نضيف الخلطة نضيف الملح نضيف حبة بيت و نضيف الخلطة نضيف القبض نضيف الخلطة نضيف خلطة خليط متجانس دور الفارينة دقيق القمح الكامل دقيق القمح الكامل خلط الملعقة الأولى غاية في قلب الخليط ملاعق الطاحين دقيق القمح الكامل خلط الملعقة خلط الملعقة خلط الملعقة لدي مقلة خلط الملعقة لدي مقلة للزيت خلط الملعقة لا تقليه لن تقليه ودخلهم بالبط يتحمل و يطيبون لك هنا لا اعذار يجب ان تأتي الكثير من شابه هنا انا قمت باستخدام لكي لا تلسقون لكم نشكلها كم المعقودة و كم الحبيبات الكفتة و نقليها على نار متوسطة يجب ان ينقلوا غاية لديهم غاية و الزوجة تدخلوا غاية نقليها على نار متوسطة يجب ان تقليها على نار متوسطة يجب ان تقليها للون الأصفر و نقليها للجهة الزوجة و بعد ذلك نقليها للجهة الزوجة و نرى اخرى بالداخل نصل لكي على الحبيبات التوعية و ترى طبسة ورق الماس للزيت و اي سويته و يجب ان يخرج الكمية نلستطيع الارتفر و نوصل كما جدا و نرجع الاخوتاتي و خوتي تقلبيها لنقليها تقليه و نقلي تزدخل لداخل الانقل يجب ان تناولي نضغط مباشرة نضغط طواطس نضغط طواطس كمية الزيت المغلات كمية الزيت المغلات نبلي عليها نحرسها غاية كمون و الحرور نخلطها غاية و نقدمها في صحن التقديم تقدمها كطبق مقبلة كطبق رئيسي كخفيف تقدم ساخنة تقديمها حامية تقديمها حامية تقديمها حامية تقديمها 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 ترجمة نانسي قنقر و أحبكم في الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر